اعود لحضراتكم مرة تانية ولسا بنستكمل معاكم من باقي فقراتنا في صباح وطبعا بنقول لكم دايما اخر الاخبار وكل الاستعدادات لكاس العالم في خبر عجل دلوقتي قبل المباراة المهمة جدا طبعا لمنتخب الكاميرون بإذن الله جالنا خبر عن طريق صحيفة مونت كارلو بيقولوا انه تم استبعاد ونانا حارس مارما المنتخب الكاميروني لأسباب تأديبية قبل المباراة والحقيقة انه مفاجأة كبيرة جدا نحن نتكلم ان المباراة خلاص كمان ساعة وانها الموضوع نفسه او المعلومة مش كاملة طب اسباب تأديبية والسبب وهل ده يوصل للمرحلة دي ومنتخب الكاميروني وبحاجة الى حارس مارما كبير زي اونانا يعني علامات استفهام كبير قوي ومدى اللي حدث علشان يوصل به حال منتخب الكاميروني انه يتخذ قرار سريع ومفاجئ في توقيت زي ده هنتابع طبعا مع حضراتكم خلال الساعات القادمة وبالتأكيد هيكون معانا معلومات دايما عبر شاشة قلبات انتايم سبورس علشان نطلعقهم على اخر التفاصيل الخاصة بالمونزيال بيساعدنا ويشرفنا ان احنا يكون معانا دايما التحليل الفني لاخبار المونزيال واخر الامور الفنية هيكون معانا دلوقتي المحلل الرياضي اسر حسين بنرحب بيك يا اسر صباحك زي الفل ودايما بنسعد بوجودك معانا ونتكلم معاك كده بقى عن اخر اخبار المونزيال والاثارة والمتعة ومتابعة المباريات صباح الفل عليك فرح صباح الفل على جمهورك كله وعلى صباح كاس العالم صباح كاس العالم بسه طيب صباح كاس العالم ولكن صباح المفاجئات يعني لسه بقول خبر دلوقتي عن اونانا من وجهة نظرك شايف مدى قوة اللي ممكن يكون عمله اونانا علشان المنتخب الكاميروني في توقيت حاسم وصعب في التوقيت ده انه ياخد قرار تجاه الحارس بالشكل ده شايف ايه وهل فعلا في بعض الامور في عالم كرة القدم ممكن توصل اي منتخب او اي فريق انه يتخذ قرارات في توقيت ممكن يكون محتاج في اوي اللعب كده السؤال زكيا فرح لانه فعلا اونانا يمكن هي انا تفجئت وانا جايلك لما عرفت الخبر من ردي منتكر له برضو لانه عكس المسيرة اللي ماشي بيها مؤخرا او اخر فورم لانانا اونانا بيقدم حاجات في مشواره الكرة ويمهمة جدا دلوقات استحقاقات مع انتر الحارس الاساسي هندانوفيتش هو اللي بدأ ياخد مكانه في شامبينز ليج وبدأ يشارك بقى شبه الحارس الاساسي الانتر ميلان فداخل الكاميرون المنتخبه في كاس العالم بمعنويات عالية انه حارس اساسي الفريق كبير زي انتر النهاردة لما بيطلع قبل مباراة دقايق وكاميرون فقى مسل حاجة لحارس متمرس زي ده النهاردة انت بتضطر فريقك انه لعب بديفيد ايباسي حارس ابها السعودي مش طبعا في نفس فرمة اونانا وانت محتاج كل اوراقك عشان خسرت المباراة الاولى فبالتالي بعتقد كمان كان ليه واقع اعتقد قديمة اونانا في حاجة شبه برضو في نفس اللي تجي حاجة تقديبية فبتمندها تكون مش حاجة كبيرة جدا انه يعني الحقيقة لو كاميرون كملت في الحقيقة مش تدر تكمل بدون ما يكون عندها حارس بقوة اونانا صحيح طيب هبتدي معاك مباريات النهاردة وقبل مباريات النهاردة تيجي نتكلم على مبارح الاول يا الله بين ونشوف وجلة نظرك هل كنت متوقع فوز المنتخب المغربي بالقوة دي والاداء الرائع امام المنتخب البلجيكي ولا لا ما كنتش متوقع منتصر في الحقيقة فرح يعني الصدفة الكويسة ان قبل مباراة بلجيكا في يوم كنت على الهوى وكنت بنتكلم على الفرص وانا كنت بشكل شوية ناس حاسة لا يعني انت بتتكلم بس من منبع عروبي جدا وعشان مبال عروبي والله ما كانش كده كان يعني افتراض فني جدا انه كنت بقول لن نقبل بالتعادل اقل حاجة المنتخب المغربي هيدر يقدمها وهو قادر على ده هو الفوز على بلجيكا هذه النسخة من بلجيكا وهذا الاداء فيه عناصر واسامي كبيرة لكن جماعيته مش قد عناصر منتخب المغرب وبالفعل وليد ركراكي ما كسفنيش ادارة المباراة بامتياز بامتياز كبير جدا اختيار للعناصر نفس العناصر كتل جرأة في انه محبش يعني تثبيت التشكيل كان اول حاجة كويسة فرح باستثناء بس انه مهند المحمدي قبل بس ياسين بونو للأسف اتصاب في النشيد الوطني قبل المباراة على طول كل العناصر هي اللي عبت دام كرواتي وقدمت مباراة كبيرة قدام وصيف كاس العالم النسخة الماضية جرأة كبيرة جدا عايز اقولك على حاجة صعبة قوي يا فرح في الكورة انه ابقى بلعب منتخب الجيكا ومباراة صعود وسجل هدف قبل في الدياة الاولى من الوقت بدأت ضعف شوط الاولاني واحتفل وبعدين الهدف تلاقي واخش غرفة خلع الملابس من معنويات انه واحد صفر غير صفر صفر انا داخل المتعادل قدر يديهم الشحنة الممتازة مشوف ناشي الفريق يتهزل شوط التانية بالعكس نفس الرغبة في احراز الهدف كانت موجودة بحييك جدا هو مباراة الاوراق الربحة او مباراة التبديلات الممتازة او توقيت الممتاز لكن تفوق فيها جدا اولهم في الطب او في الصدارة وليدرك راكي مباراة التغييرات والتوقيت نزول الصبيري في الوقت ده بعد حوالي 7 او 8 دقيقة من نزوله تقريبا سجل هدف المغرب الهدف الاغلى وهدف الاول تأكيئ يعني الواحد صفر بعدين نزول بخلال في بعضها على طول سجل الهدف التاني التوقيت ممتاز جدا الوراقتين اللي اختارهم وليدرك راكي في التوقيت الصح مهم ده ما في تغيير ممكن يكون عندي ميس بره التوقيت والتايمين بتاع التغيير اللي قدر يغير بيه الماتش فبالتالي الاتنين كانوا جيم تشينجر غيروا المباراة بحيي وليدرك راكي عن إدارة المباراة بامتياز عن اختيار التغييرات الممتازة اللي قدت للفوز 2-0 المغرب ان شاء الله في الدور التاني طيب لو روحت معاك لمواجهة منتخب بلجيك مع المنتخب المصري اعتقد انه بأي شكل من الاشكال ما كانتش في صالح المنتخب البلجيكي لانه هي اظهرت المنتخب البلجيكي بشكل ما كانش افضل حاجة وفي نفس التوقيت اثرت على معنوياتهم واثرت على شكلهم شكلهم امام عين المونزيال زي ما بنقول وانا فيما اعتقد انه المنتخب المغربي اخذ دفع معنوية شديدة جدا من مواجهة المنتخب البلجيكي لاخد انها كانت مواجهة قويت دية مع المنتخب المصري تعليقك ايه وشايف ان اللي بقوله ده من وجهة نظرك فعلا اثر بشكل كبير ولا لا انافصل تماما ما بين فكرة انها مباراة ودية مع المنتخب المصري مباراة رسمية مع المنتخب المغربي ولكن ردود الافعال اللي شفتها على مواقع التواصل اجتماعي كانت بتقولي لحد ما او بتشير الى اكتر لا بتفق مع جوز كبير من كلامك الفرح لانه فيه شقين في الموضوع انه اه منتخب مباراة ودية وكل حاجة وكتقابل على طول بأيام من خوض منافسات المونديال لكن المنتخبات الكبيرة بالذات لما يكونوا مصنف تاني العالم زي بلجيكا بيختاروا نوعية الوديال عشان هتساعد مع المنافس المباشر اللي جاي في كاس العالم فبالتالي ما اختار احتكاك من شمال افريقيا واختار المنتخب اللي اخرج منتخب المغرب من كاس الأمام هو المنتخب المصري بالتالي هو عارف ان ده الاحتكاك المهم قبل مباراته مع المغرب شوية تنظيم بس بسيط جدا واعتقدش ان احنا عملنا مباراة رائعة عملنا مباراة جيدة من روي فيتوريا قدرت تكسب بلجيكا بالتالي دي كانت الكابسولة او الاكسبوجر او ازهار المستوى الحقيقي او ممكن عيوب المنتخب البجيكا او مفاتيح اللي اقدر اقفل عليها كانت بروفة كويسة جدا لوليدريكراكي والمنتخب المغرب نشوف المنتخب الجيكي قدام منتخب شبيه للعبه زي منتخب المصري من نفس مدرسة شمال افريقيا فبالتالي سهمت جدا وبالتالي هو حتى في المحكين المنتخب الجيكي مقدرش يلاعب المدرسة دي خص المنتخب المصري وديا لما قابل المنتخب المغرب مقدرش يجاري كورة شمال افريقيا وبالتالي تفوق المنتخب المغريبي طبعا بالقيادة واليدريكراكي بالزبط أبتدي معاك بأول مباريات الأمس طبعا المباراة اللي كانت قبل مباراة المنتخب المغربي مع منتخب بلجيكا هي مباراة كوستاريكا مع منتخب اليابان شفت المباراة إزاي خصوصا بعد خسارة كوستاريكا من إسبانيا بنتيجة سبع أهداف في نفس التوقيت فوز اليابان على المنتخب الألماني وكانت مفاجأة كبيرة جدا هل كنت تتوقع بقى فوز كوستاريكا على اليابان ولا كنت شايف أنه المنتخب الياباني كان يستحق أنه يعمل شيء أفضل من كده وأنه تخطف من الهدفنا طبعا كنت تتوقع أبدا 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 هي مباراة أحنا سيكون من كلمة نوينت قبل هوا يعني منديال المفاجآت ودي حقا كويسة طبعا بتضيف متع للمشاهدين وبتعمل كمان بتخلي فيه إثارة دايما مش أنت متأكد أن الفرق دي صعدة يعني أنا أتخذت كمان لأنه أو تصدمت من نتيجة لأنه الحقيقة مرياس وعمل مدير فن اليابان عمل مباراة ممتازة في الشهوط الثاني أمام ألمانيا رجع من أربعة لتلاتة أربعة تلاتة وهي غامر وضغط على ألمانيا وقدري حقق فوز مفاجئ جدا ألمانيا فده مش معناه أنه لعب بمستوى أقل أمام كوستاريكا لكن في وقت مراحل سيناء منتخب الياباني ضامن المكسب حتى كورة الهدف تشتيت كان بسزاجة أو باستهتر شوية من دفاع اليابان وبالتالي اللي جاب الهدف أصلا هو الباك اليمين وحطه بشماله كان ضعيفة جدا ضعيفة جدا قدام كمان أفضل حارس لحد لوتي في البطولة بتامن تصديات فرح يعني جنده أحنا نقول جنده وحارس اليابان هو أفضل حارس لوتي في التصديات اللي شالها فكانت كورة باك اليمين بحطه بشماله وبلسنج قصة كانت غريبة شوية يابان ما قدرتش ترجع في نتيجة أو تكمل الهدف طبعا فوز تاريخي لكوستاريكا الأحية أملها وزي ما كلمت معاك قبل كده فرح أنه أكبر استحقاق للمنتخب الكريبي السهوية ده في 2014 لما صعد في مجموعة لكم تلعني مجموعة الموتة على حساب إنجلترا وإيطاليا فبالتالي أنه النهاردة ممكن يكرروا بنسبة لهم ده إعجاز طبعا أنه يطلق يسعدوا مرتين لدور 16 فكوستاريكا أحية أملها أنها تكرر إنجاز 2014 طبعا على استحياء مش تدار تروح بعيد زي ده إن الفضاء المرة القبلها وصلت ربع النهائي لكن فوز مفاجئ جدا بكل مقيس طب وشفت المواجهة أو التغير أو التحول اللي حصل في أداء كوستاريكا من مباراة أمام منتخب الإسباني مباراة الأمس إيه؟ ولا لا هو نفس الوضع ونفس الشكل لا طبعا مدرب الكلومبي كان أجرأ في مباراة في مباراة يابان طبعا مباراة إسباني هو فقد الأمل أو ربع ساعة تقريبا وعارف حجم الحجم الفوارك الفنية مثل الفوارك؟ يعني هو عارف إن مطش راح بسكور فطبعا هو بيستقبل بس مش قادر يعني يعمل أي رد فعل مطش اللي بقى نحس إنه قريب اللي عجبني نشوط التاني عمل تغيرات كثيرة جدا بحدود طبعا إمكانات كوستاريكا الحاجة ورضو الشاهد إنه كيلور نافاس مباراة دي قيمة إن أنت تكون عندك حتى لو لعب واحد حتى لو أنت منتخب اسما ضعيف أو ما عندكش حجم النجوم اللي تديك الثقل ده أو إنها تخلي فريق محترفين يخلوا فريقك ليهم فرصة كيلور نافاس حارس مرمى واحد هو أشهر لاعب طبعا والحارس التاني فريس سان جلمان بابدونا روما طبعا متمرس وأخذ مع دور أبطال مع ريال وغيره قدر إنه يعمل حاجة أو يقود فريقه إنه ما يخرجوا بشباك نظيفة فبالتالي كيلور نافاس دوره كان مهم جدا مدرب الشوت التاني طمع في المطش في المطش اليابان قدر يعمل تغيرات كثيرة جدا 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 في وسط الملعب ومنها من الضغط العالي اللي حصل جي التشتيت السيء من دفاع اليابان وحط الباكليمين في سعوده ضغط من فوق جدا على دفاع اليابان قدر يحط الهدف أروح معاك لمباراة كندا كندا إنها تخسر بنتيجة أربع أهداف وبنتكلم على مواجهة قوية جدا إن شاء الله هتجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الكاندزي في نفس التوقيت المنتخب المغربي بيبحث عن نقطة واحدة علشان يخرج لبر الأمان ويتأهل فالمفاجأة كانت إنه كندا تخسر بنتيجة أربع أهداف ولكن في المباراة الأولى ليها ظهرت بشكل جيد شايف التحول اللي حصل في أداء المنتخب الكندي وهل ممكن يظهر بنفس الشكل أبام المنتخب المغربي ولا أنا كنت في بداية الكلام بقول باللغة الدرجة كده بنقول رمى الفوطة خلاص وخلاص ما فيه شيء يبكي عليه فهينزل بكامل ضغطه وبكامل تركيزه علشان على أل يخرج بشكل مشرف من الماضي بأعتقد فرح دي يعني آخر حتة في سؤالك هي تبقى المشكلة إنه فريق تأهل في حياته مرتين بس عايز يرجع لوطنه قدام جمهوره إنه أقدم حاجة هنيبقى عايز يقدم على الأقل هو فقط حظوظه بشكل رسمي وتاني ممتخب يخرج بعد قطر وممتخب الكندي إنه يقدم مباراة كويسة في الآخر ده بس الحاجة السلبية إنه حتصعب الماضي شبرا على شوية على مباراته على منتخب المغرب لكنه واسقين طبعا في منتخب المغرب إنه يقدر حق المكسب إمبارح فيه حاجتين يعني شوية متنقضين إمبارح من الهدف اللي جيه تاني أسرع هدف بعد هدف دامبسي بتاع أمريكا في 68 ثانية سجل ألفونسو ديفيز هدف سريع جدا وخطف فيه قطع بشكل كبير قوي هو كان الباك العكسي وحط الكورة بدماغه فتوقعنا إن المنتخب الكندي حيعمل حاجة في المباراة مرماشي الفوتا لأن جون هردمان مدرب طماع كان بيقول قبل المباراة في مطمرة صحفية عايزة أقدم حاجة للشعب الكندي بحصلتش أبل كده هو كمان عنده إحصائية غريبة جدا أول مدير فني يكون درب في كاس عالم منتخب سيدات ومنتخب رجال عملها مع منتخب كندا للسيدات وعملها مع منتخب نيزولندا للسيدات والنهاردة هو مدير فني أو الرجل الأول في الخيادة الفنية المدير للرجال في كندا فبالتالي حاولوا أنه يغامر لكن هنا فقال الفارق اللي كنا نتكلم عليه يا فرح أنه لعيبة متمرسة جدا لعيبة كرواتي حتى لو الناس حاسة أنه زلاطين دالش قدر أنه يحقق كل حاجة المنديالة الفات ويحقق وصيفه دي أقصى حاجة ممكن يوصلها منتخب الكرواتي النهاردة لسه عنده بقايا منتخب قوي جدا لما عندي أستمالعة فيه بروزوفيتش ومودريتش وكوفاستش صعب جدا جدا منتخب الكندي يجاري النهاردة عندي نجم زي كريماريتش هدف هوفنهايم قادر أنه يحسم حتى واحد وواحد قدر أعمل الكمباك ده قدروا يرجعوا بسرعة جدا في النتيجة التغييرات كمان اللي عملها دالتش الشوت التاني التالت في الرابع أكدت فوز مريح مش بس منتخب الكندي برضو عن ناحية التانية حاول يعمل كله عايز أقولك ألفونسو ديفز في الأساس هو ظاهير أيسر أو فول باك أيسر استخدمه جون هردمان إمبارح طريبا في كل مراكز المطشوات طب انت بتلعب شمالك هتلعب وين جيمين طب انزل في النص طب هاجم لعيبه في كل حتة أنه الورقة الوحيدة اللي عنده أو العيب اللي يقدر يصنع الفارق في منتخب الفوارق بعيدة قوي عن المنتخب الكرواتي فبالتالي فوز مصحق الكرواتية أظهرت فارق الخبرات كويس جدا لما يكون عندك مودرتش في السنة ده وبيعزة في العصفة ده مع كريماريتش مع بريستش ناحية شمال مع بروزوفيتش وكوفيتش كل طبعا فرقة متمرسة جدا 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 وخدت خبرات من المسابقات السابقة يعني لكن هي الأمل كل الأمل إن المنتخب المغربي إن شاء الله يضمن تأهله بالفوز على كندا عشان ما يخشش كمان في حزبة أنا عايزه لعب التاني من مجموعة أسبانيا وألمانيا صراحة أيا كان مين اللي هيصعد حتى لو قابل اليابان مش عايزه ياخد المتصدر عشان إن شاء الله المنتخب المغربي يروح أبعد طيب شايف المنتخب الكرواتي ممكن يروح لبعيد زي ما شفناه في كاس العالم الأخير ولا لا التجربة دي ممكن ما تكررش أنا شايف إنه ممكن يروح أبعد من الدور ده يروح أبعد كمان من دور الستاشر ينافس علاقة دي لسه مش واضحة ممكن خلي بالك يا فرح المنتخبات الأوروبية لحد الوقت أتني يبقى في النهائي صعب جدا لأنه ممكن يعني ما عندوش نفس العمق في القائمة زي منتخبات زي فرنسا وبرازيل وأسبانيا عندو فرقة كويسة ممكن تمشي بالتدرج زي وزي منتخب البرتغال يعني ممكن يبدأوا يصغروا الشوهم الحقيقي في أداء تصعودي صحيح صحيح طيب هنتهي معاك في كلامنا عن مباريات الأمس طبعا من مباراة القمة والإثارة أنا أنا عند شعوري إن الناس قدت المباراة دي أكبر من حجمها لأنه الناتج من المباراة كان متوقع المنتخب إحنا مش نتحك على بعض وهي ما كانتش كابوة بيمر بيها المنتخب الألماني منتخب ألمانيا حتى دي اللحظة مش عارف إنه هو يرجع لمستوى الطبيعي المعهود اللي منتظر منه فطبعا بعد خسرته من منتخب اليابان بالنتيجة طبعا شفناها في أول مباراة ولكن بعد كده المباراة الأخيرة مع منتخب إسبانيا قدر إنه هو يرجع بتعادل في آخر خمس دقائق في المباراة حفظا لماء الوجه بمعنى الكلمة شفت أداء المنتخب الألماني أمام منتخب إسبانيا شفت المباراة إزاي؟ الحياة فرح يعني منتخب الألماني كان عنده كل الدوافع إنه يعمل حاجة في المباراة دي أنت بتتكلم أنت رايح تلاعب أولا خسرت أول مباراة أمام اليابان فرصك في الصعود هي إنه أنت ما عندكش حل غير إنك تكسب إسبانيا أو تقدم عرض كويس الناحية الثانية من ناحية الفنية هانس فليك أنت عندك كل الأسباب إنه أنت تحاول تعمل المباراة أنت جاي مدرب بعد نتائج سلبية جدا من يواكيم لوف والفترة السيئة اللي كانت بعملها جاي تعمل يعني أنا آسف يعني باللغة درجة شوية غسيل صم على المنتخب الألماني كمان أمام منتخب أنت واخد منه سوداسية نظيفة الآخر مواجهة بين الفرقين 6-0 فبالتالي إنت عايز تكسب إسبانيا عندك كل الدوافع إنك تعمل ده هنزف لك حتى على المستوى أنه القيادة الفني أو كمدير الفني أنت راجل من حق بطولات مع بارمينيخ الدوري ودور الأبطال وكاس ألمانيا أنت مدارب بطل فبالتالي لازم يكون بصمة ده موجودة مع المنتخب الألماني والدمج دايما معروف بين مدرسة بارمينيخ وألمانيا مدير الفني بتاع ده بيجي ده اللعيبة دايما القوام كله الرئيسي من بارمينيخ فبالتالي ما دخلش المباراة بالشكل القوي اللي يكون متوقعينه أسبانيا دخلت مستحوزة بدأ يخش تدريجيا في المباراة زي ما كنت تقول لك إن نبارح مباراة التبديلات أو الأوراق الربحة أو السوبر صب زي ما بيقول أو البديل السوبر اللي بيغير المطش بدأت طبعا بوليد ريكراك عشان يتديله حقه لكن ده اللي حصل كمان في مرات الأمس لويس إنريكي لما نزل مراتة حس إن فكرة المهاجم الوهمي مش قادرة إنها هتحقق المكسب فأول لمسة كانت محتاجة تحرك فرود لأنه سرق عين سولي وجاب الهدف الأولاني مراتة بتحرك مهاجم تسعة جوه الصندوق بيرد عليه هانز فليك بتغييرت فولكريج اللي نزل غير المطش والصدفة البحثة إن العيب ده عمره من ضمن المتخب الألماني لكن صابت تيمو فيرنر قبل اللقاء سوري قبل المونديال هيا اللي خليته يشارك فبالتالي برضو كان بديل السوبر لأنه نزل فولكريج حقق التعادل لألمانيا وأحياء عملها الشوية فإنها ما تخرجش مجاشرة من البطولة طيب لو كلمت معاك عن فكرة يخيين لوف ووجوده مع المنتخب الألماني ورحيله بعد سنوات طويلة جدا لكن الانتكاسة اللي حصلت منتخب الألماني في التوقيت ده هل من وجهة نظرك كان شايف إنه كان لازم يكون فيه إحياء للمنظومة وتغيير وضخ دماء جديدة في المنتخب الألماني في التوقيت ده أو قبل القيادة الفنية الجديدة للمنتخب الألماني ولا لأ أشايف إنه ده حصل ولكن ألمانيا هيا اللي مش موفقة في كاس العالم ده سؤال حلو جدا نفرح لإنه إحنا تعودنا لمنتخب الألماني أو المشروع الألماني دايما بيبدأ من إعداد فريق شاب بعدين بنشوف نتايج ده على طويل الأمد إنه ده المنتخب اللي بعد كده بياخد كاس عالم صحيح حصل ده وكان فيه إعداد كويس قوي للمنتخب اللي أخد كاس العالم 2014 رمام الأرجنتين وكانت فترة يوياكيم لوف طويلة من بعدها ما كانش فيه مشروع أو برنامج واضح أو مبهم جدا كمل على نفس الموجود خالص على نفس النهج وفضله استمرار ليه يوياكيم لوف الرجل الأول بس عشان هو حق استحقاق كاس العالم بدون مشروع واضح أو لعيبة صغيرة طلعة النهاردة أو يعني منذ تعيين هانس فليك حاولوا هن هما يقولولوا أنت لتبقى بتخود المشروع الشاب هتلاقي عناصر صغيرة كتير موجودة في المتخب الألماني بس إثناء موزيالة مفيش حد منور قوي لأنه كمان هو بيفكر في أنه اليورو اللي جاي هيبه على أرض ألمانيا وهيبه هو البلد المضيفة بطبيعة الحالة ما تكون ألمانيا هي البلد المضيف ودائما هي مترشح لازم على الأقل تاخد البطولة فبالتالي هم بيحاولوا دلوقتي في المشروع ده ما لوح مشروعات حزايا المشروع الأنجح اللي حصل في 2014 والجيلة قوي جدا اللي أنتج عن الفوز بكاس العالم مش قادرين نشوف ده بشكل قوي جدا أو صورة ألمانيا اللي بتخش على أي فرقة بالقوة اللي احنا متعودين عليها لكن بيشتغلوا على الأقل نزول بالمعدل السنية على الأقل حيفيد ألمانيا في اليورو اللي جاي بإذن الله أعود لحضراتكم مرة تانية ولسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنوارنا المحل الأرياضي أسر حسين اللي بستكمل حدثنا معاه في صباح أنصايم على آخر أخبار المعنزيال ومباراة اليوم أعود لك يا أسر مرة تانية أروح معاك بعد ما استعرضنا طبعا نتائج مباريات الأمس وأراءك الفنية أعرف منك بقى شايف كده بداية المواجهات النهاردة مواجهة المنتخب الكاميروني مع المنتخب الصربي هيكون عاملة ازاي وطبعا كنا لسه في بداية كلامنا بنكلم عن الجزئية الخاصة بتاعة غياب أونانا حارس مارما طبعا مهم جدا وجوده مع المنتخب الكاميروني ولكن نظرا لبعض القرارات التأديبية اللي من قبل المنتخب الكاميروني اتخذها تجاه حارس المارما لسه مش عارفين تتصيل قوي ولكن شايف المواجهة دي هتكون عاملة زي مهم جدا فرح أن المنتخب الكاميروني النهاردة اعتبر دي انطلقته في كاس العالم تناسى تماما مباراة سويسرا اللي تخطف فيها بهدف مبولو اللي من أصول كاميرونية بالمناسبة فبالتالي كاميرون أخذت رهان أنه سامو الأتو يعني بالتحديد كرئيس تحدد كاميروني النجم الكبير أنه الاستغناء بعد كاس الأمم عن خدمات توني كونسيسا وأنه المدرب الوطني هو اللي هيقود المشروع وهينجح روجي بيرسونج هو المسك الفريق الحقيقة بعد قيادته للفريق نتائج حتى في الوديات ما كانتش مبشرة قوي بالتفاؤل حتى في مباراة سويسرا بعتقد أنه قدر المباراة بشكل ضعيف شوية هم أخذوا رهان دا بالتالي روجي بيرسونج النهاردة مطالب أصلاً كلعيب دولي قبل كده يعني بطولات كتير مع منتخب بلاده النهاردة يكون بيقود بلاده لفوز لازم عشان كاميرون تحي أعمالها في المجموعة نفس التشكيل تريباً اللي بدأ به المباراة اللي فاتت باستثناء بس أنها يطلع طلع من تشكيل توسط ملعب سامو الأوم جوي ونزل بيير كوندي لعب أولمبياكوس فبعتقد نفس التشكيل بس أنها طبعاً كلمنا عليها فرحة أنه قنانا مش هيلعب فبالتالي النهاردة بلعب منتخب قوي جداً سربيا براه عايزة التحامات بدنية كتير جداً شوفنا قدقيه في مباراة البرازيل سربيا كابتلعب مباراة بدنية قوية وبمعظم الوقت بتاميل إلى العنف أو بتاميل إلى الاحتكاكات القوية جداً على إثرها طبعاً إصابة في الأنك النيمار هاتبعيده الماضيين الجايين فبالتالي الكاميرون تي المنشاط المفوضة يحبها المنتخب الكاميروني اللي فيها لعب بدني كبير جداً وأتمنى المنتخب الكاميروني طبعاً يقدر يخطف النهاردة المنتخب صعب جداً سربيا النهاردة كمان بيعود لسربيا كوستيش نجمي يوفي ناحية شمال اللي عرضياته بعتقد أنها بقدرة يعني تجرح أو تعمل أو تعمل خلل في أي دفاعات أي فريق مع يوفي متقلق وخمس أسستات حاسمة جداً مع يوفي فبالتالي عودة كوستيش النهاردة شايف أنهم افتقدوا جداً في مباراة البرازيل كان هيفرق فمنتخب الكاميروني يخلي باله من ناحية اليسرى بالتحديد لو روحت معاك لمباراة البرازيل وسوسرا في كلامي معاك بتتكلم على البرازيل أن لسه الناس ما استمتعدش بيها قوي وأنه لسه مش قادرين نحكم على أداء المنتخب البرازيلي فأعتقد أنه هم من المنتخبات اللي لسه جاية وأكدتلي أن مباراة النهاردة مع منتخب البرازيل وسوسرا طبعاً منتخب سوسرا منتخب قوي جداً مش هتكون مباراة سهلة ولهينا أبداً ولكن أكدتلي أن احنا ممكن نشوف الأداء البرازيلي بيظهر في المباراة اليوم بالضبط فرح ليل أنه منتخبات الكبيرة الـ A1 مثلاً نتكلم على أول مرشحة أرجنتين أسبانيا البرازيل فرنسا المنتخب الوحيد اللي أثبت لنا آه أنا منتخب في التصنيف ده والمرشح اللي داخل أخذ لعلامة كاملة وعندي فيه ناصق في الأداء وعندي فيه استمرارية فده فيه كونسيستنت أنه بعرف حق الفوز مش مجرد مباراة فتتحية الوحيد اللي عمل ده لحد اللي هو تيه منتخب الفرنسي أسبانيا شوفنا مبارحة تعادل آآ البرازيل كيثبت أول مباراة سربية النهاردة منتحان مهم جداً لتيتي قدام فريق منظم جداً عشان نقدر نقول عليه هل البرازيل بنفس مستواه اللي هو التوب لفل اللي احنا المنتخبات اللي حطينا في الـ A1 قادرة تكون مرشح الأول فعلاً طبعاً بعد اهتزاز منتخب الأرجنتين في أول مباراة والخسارة أمام السعودية ده رد مهم جداً النهاردة عشان منتخب البرازيل يثبت أنه هو مرشح عن ناحية التانية بيلعب منتخب فعلاً صعب أنك تلعبه مراد يكين بييجي بعد ما منتخب السويسري حقق نتائج كويسة جداً وصل لربع النهائي استخدامه كان عشان يقدر يحقق بسويسري حاجة أبعد آخر مواجهة بين فرقين كانت واحد واحد في كاس العالم اللي فات هدف كوتينيو لو الناس تفتكروا يعني بالتالي منتخب السويسري النهاردة هاعتمد على عناصر الخبرة شاكيري على عكس ما يبان أنه فيه الكارير بتاعه أو فيه يعني تنقله بين الأندية فيه انحضار شوية في اختيار الأندية لكن عنده إحصائية كويسة جداً وأنه آخر 24 هدف ليه سويسرا هو مشارك بـ 50% منه مفرح 12 هدف مسجل 8 وصنع 4 وآخرهم الهدف طبعاً اللي صنعوا الانبول والمباراة اللي فاتت فبالتالي هعتمدوا على خبرات لاعب زي شاكيري شارك معهم في أكتر من نسخة من كس العالم فمباراة مهمة جداً متساويين في عدد النقاط كل فريق معاه أو كل منتخب معاه 3 نقاط فأعتقد أنه مباراة صدرة المجموعة آه اللي هيفوز النهاردة هو اللي هيحسم التأهل بالنسبة 100% طبعاً وطبعاً مدري مدري زي ما بتقول للأسف ضعليكك ايه يعني وكنده كمان خرجت برض الحقيقة طبعاً يعني كنت محبط جداً انه وما فيش أي عزرة فرح يعني يمكن يعني نتكلم عن المستوى الفني فليكس سانشيز هو ابن المشروع القطري أصلاً من 2006 هو موجود في البلد اشتغل مع هناك في أكادمية أسباير بعدين مسك فريق تحت 17 سنة في مشروع طويل الأمد بعدين مسك فريق تحت 23 إلى أن أصبح مدير فني الأول أو على رأس القدرة فنية لمنتخب الأول الاستعداد اللي خده منتخب القطر يا فرح ما فيش منتخب في العالم في تاريخ مسابقات خده وهو أني انت تلعب تشارك في الكوب أمريكا تشارك في الكونكاكا في الجولدن كوب وتلعب مع منتخبات أمريكا الشمالية الاتحاد الدولي سمح لقطر تلعب مع المجموعة المجموعة ألف من التصفيات الأوروبية عشان ياخد الاحتكاك المناسب كبلد مضيف بالتالي انت خدت من كل المدارس مش ده كمان المستوى لشوفتم في منتخب القطري لما ظهر كبطل أسيا عدى من منتخبات قوية جدا زي السعودية وكوريا واليابان شفنا نسخ غير دي احنا مش بندحك على نفسنا شفنا أقوى من كده بكتير بالتالي كان في مشكلة فنية انه مقدرش يعزل فيليكس سانشيز لعيبي منتخب القطري عن الأجواء وعن التنظيم وعن إيه اللي هيحصل واستعداداتهم دي قصة تنظيمية بعيدة جدا ان تأفل على فريقك فنيا وعلى غرفة خلع الملابس خليهم يركزوا على أهم احتكاك ليهم وأول مشاركة ليهم في تاريخ المونديال مقدرش يعمل ده كانش فيه ردة فعل حتى في المباراة التانية بعض الخسارة أمام الإيكادور في المباراة التانية مقدرش خالص يعمل ردة فعل يمكن لعيبة حولت لكن تغيراته الفنية كان واقف يعني زي المتفرجين بيشاهد المباراة ما فيش أي قرار فني يقدر يغير نتيجة المباراة فأحبطت جدا على الناحية التانية فرنسا طبعا بتعمل تصريح وستيتمنت مهمة أو إنها جاية بتقول كمان أنا ممكن نعمل حاجة محصتش بلقينا حقق كسين عالم على التوالي فريق ممكن فريق هم فريقين تتسع فرع فيه رفعية اختيار فضيعة طبعا يحسب لديشام طبعا يا فرح استخدامه لجريزمان فوست ما بعرف إنك بتحب جريزمان بالأخص استخدامه فوست الملعب من اللعب اللي بتقولي كمان إنه فكرة إنه يعتمد عليه في أكتر من مركز دي فرقت كتير مع اللاعب ومع المنتخب أيضا ما فيش كلام يا فرح طبعا لأنه أنا هو مش عايز يخسر إنه يكون عنده جناحين مهمين جدا يبقى مبابي اللي طبعا بيعمل الفارق الرهيب مع فرنسا وناحة تانية دمبيلي هو مش عايز يخسر إنه جريزمان يحطوا في حتة من دول فوحطوا مع منظومة وسط الملعب يبقى لاعب كصانع لعب أو لعب رقم عشر وبالتالي بيؤدي الدور ده بشكل ممتاز بيصنع الأهداف تقلق هو أكتر لعب صانع فرص في كاسعلم بالستة فرص لحد لوتي أو فرص للتسجيل ففرنسا الحقيقة كمان مع دي شومب نهاردة السنة دي فيه شغل فني غير القوام اللي احنا بنرشحه عشان بس عنده لعيبة كتير قوام مع إدارة فناجة أودالي بينطبق عليه ثبات المستوى فعلا مش المفاجآت المنتخبات اللي بتقدر تحافظ على مستوها يعني قبل ما نبتدي كاسع العالم اللي ما بتيجي تسأل هو المنتخب الفرنسي ضامن مكانه أساسي أو ضامن مكانه دايما في المقدمة وإن هو يتأهل وإن هو يوصل للنهائي فكرة إن أنا حافظ على المستوى ده بزخم النجوم اللي عندي أو بالعناصر الموجودة فلان مش موجود باعتمد على فلان أعتقد بتكون أهم بكتير جدا من المنتخبات اللي بتعمل مفاجآت أنا أحافظ على المستوى أعتقد بتكون أصعب بكتير قوي كلام سليمة فرح وكمان بعد الست ضربات اللي خدهم في عناصر أساسية طبعا من القوام الرئيسي ما شفناش إنه ده ليه أثر سلبي أبد بالعكس طبعا هروح معاك لمواجهة اللي قبل الأخيرة مواجهة قوية برضو مش عارفة مش قادرة حطي إيدي على المواجهة دي مش عارفة حددها ملامح مواجهة منتخب كوريا الجنوبية مع غانا من وجهة نظرك ممكن تكون عاملة زي الحقيقة إحنا يعني عشان طبعا شريانا الأفريقي من منتحمس لأي فريق أفريقي لكن ما كناش يعني حسين أو حطين غانا فرح من المنتخبات الأفريقية اللي ممكن تعمل حاجة المراد لأنه مش النسخة الأقوى من اللعيبة اللي دايما كن دايما المعيار في غانا تلاقي المنتخب الغاني بياخد كاس العلم للشباب بتعرف أن ده المنتخب اللي هيقدي في كاس العلم فيه نودرة شوية في الجيل الجيل اللي كان عمل إنجازات 2010 كبر لسه عندنا الأخوين آي او فيه لعيبة مباشرة يام أسا مواجه يام بقى آه طب جزائل أتلتنا كلنا دي كلنا آه أتلتنا فبتالي طبعا عنده بارتي في نص الملعب نجمو أرسنل فيه لعيبة كويسة في غانا قدمت مباراة رغم ما بقولك إن إحنا مكناش يحطنا مرشحين مباراة جيدة جدا أمام البرتغال يمكن بس آه بعد التعادل مع البرتغال آه واحد واحد فتح الملعب شوية غانا قدر المنتخب برتغالي بكورتين يخطفه 3 واحد رجع في المباراة خطأ ديجو كوستا في الآخر كان ممكن حتى رونالدو حبس أنفسه يعني كان ممكن جدا يتعادله فأداء مباشر جدا بالنسبة أنت مكنش محطوط في آه في التصنيف كوريا عملت مباراة كويسة جدا أمام هجوم الأرجنتين كيم منجاي نجم نابولي المدافع وقفوا قدام كل محاولات هجوم قوي جدا جدا نونز وسواريز وكافاني وفالفيردي كمان فبالتالي النهاردو منتخب الكوري والغاني بعتقد فرصة المتساوية في أنه مطش ملعب الاتنين عايزين يوصلوا تتكلم على أورجوي على أورجوي طبعا قلت الأرجنتين سوري أورجوي نونز وفالفيردي داخلين عليهم داخلين عليهم ده بالنسبالي أنا عارف الناس عينها فرحة تروح على مباراة برازيل وسترالي عشان تشوف البرازيل والإمتاع في الكسافة الهجومية والمهارات الموجودة لكن المباراة بالنسبالي هتكون الأمتع طبعا النهاردو برتغال وأورجوي المباراة دي أعتقد هيكون فيها متعة وإثارة فعلا لو تكلمنا على الفرق بين مباراة إسبانيا وألمانيا ومدى شغف وحب الجمهور وانتظارها بالأمس أعتقد اللي ممكن تكون أعلى منها بكتير هي مباراة أورجوي والبرتغال كريستيانو عنده كمية صراع نفسي أعتقد وكمية كمان أن أنا أكون في حالة من عايز يزبتشي وعايز يزبتشي لنفسه وللجماهير في كل مكان خصوصا بعد الضغط الشديد اللي وقع عليه بعد التصريحات وبعد رحيله عن فريق منشستر يونايتد قبل انطلاق كاس العالم عدم تحديد وجهته حتى هذه اللحظة برضو عامل أكيد حالة من المخاوف والقلق عايز يزبت للجميع أنه كان مظلوم مش ظالم وأنه هو فعلا لعب الظالم ويستحق أن يكون في مكان أفضل رونالدو هنتكلم على النسخة الحالية هو نتكلم على لاعب أول أو اللعب الوحيد اللي قدر أنه هو يحرص خمس أهداف طبعا فيه كاس عالم متتالية أو فيه خمس يسجل نهاردو رونالدو ممكن يعمل إيه في الحدود دي على الصعيد الآخر بقى عندك سوارز وعندك كافاني وعندك نجوم أورجوي طبعا ولو رجعنا بالتاريخ هنفتكر مصر للملعبة أورجوي بس قدمنا أداء رائع وأداء مشارك ديكتشهادة ميلاد حارس كبير سبحاند الشناوي طبعا انت حتت إيديك فرح على أهم جزء أو الهايلايت أو القصة اللي هتتكلم عليها كل الناس هو النجم النجم في الفريقين هو رونالدو طبعا هتكون لكل الأعين ناحيته الاثنين اللي فات 21 نوفمبر بيعلن أنه فسخ العقد بالتراضي بين منشاستان نويتد وكريستانو رونالدو وبيان رسمي من الطرفين بيتمانوا التوفيق لبعض وكلام من ده لا أنا أسف الاثنين بيعلن أنه كريستانو رونالدو على الصحفة بريطانية وكمان كل الصحفة العلمية أنه بقى الأكثر الشخص الأكثر متابعة في العالم بخمسمائة مليون متابعة على انستجرام نص مليور بني آدم بيتمعوا كريستانو رونالدو الثلاث 22 نوفمبر بيعلن فسخ العقد بالتراضي بين منشاستان نويتد وبين رونالدو قبل 48 ساعة فرح من أول مباراة فتحية في المونديال وزي ما أنت قلت عنده في دماغه أنه عايز يقود منتخبه ده مؤكد ومحروم من المشاركة مهما كانت نجوميته شي صعب جدا وعشاقه وهو عارف أن الناس بتعشقه ومنتظرينه أكيد عنده صراع نفسي شديد عشان يسبت حجل نفسه للجميع مظبوط بعد 48 ساعة فتقول أنت الرجل فسخ عقده قبلها بـ 48 ساعة مباراة غناء الافتتاحية تبدأ المباراة بيفتتح شريط الأهداف تسجيل كريستانو رونالدو يحقق في أول مباراة بس بيشاركها في كاس على المجرد ينشارك وسجل بقى من قياسيين أنت قلت واحد منهم هو التسجيل في خمس نسق وطبعا الرقم الثاني هو تحقيقه رجل المباراة سبع مرات في المنديال كأكتر حد حقق لقب رجل المباراة فبالتالي دي بس نفسة صغيرة عن كريستانو رضو العقلية فبالتالي بعتقد أنه حرم من حاجتين يا فرح في منشاست يونيتد النهاردة بتوفره لي هتساعد كتير جدا في أنه ياخد البطولة دي كتحدي لي في نهاية مشواره أنه القيادة الفنية الشارع هو اللي بشايلها وأنه يلعب أساسي ويكون مهاجم الفريق كان محروم من الاتنين في يونيتد منتخبه كبطل شعبه والبلده بتوفره ده كقائد منتخب البرتغال بالتالي أعتقد أنه المردود هيكون هياخد البطولة دي التحدي كبير جدا هنشوف المباراة هتمشي زي وهنتمتع النهاردة طبعا يا إسر مع كل الناس المنتظرة ودايما بتشوف الجماهير اللي بتشجع كل جمهور بتشجع منتخبه والكل اللي بتأكيد بيتمنى التوفيق للمنتخبات العربية والإفريقية شكرا جديلا نورتنا ودايما بنسعد بوجودك معنا في صباح وانا معك